تحاول إيران تقوية أوراقها التفاوضية مع الدول الغربية وتجد في ميليشياتها وسيلة لتحقيق هذا الهدف فتستخدم الأراضي التي تسيطر عليها ساحة ضغط عسكري من اليمن جنوبا حتى العراق شمالا فبينما تدور المباحثات حول العودة إلى الاتفاق النووي تقوم أذرع إيران بالعراق باستهداف المصالح الأمريكية وفي تطور لافت تنسخ تجربة الحثيين في استخدام الطائرات المسيرة مجلة ناشيونال أنتريست الأمريكية تتوقع استمرار سلسلة هجمات الميليشيات في العراق بالطائرات المسيرة على البعثات الدبلوماسية والأداف الأمريكية عازية ذلك إلى أن إيران توسع ترسانتها التي ترغب في نشرها ضد المصالح الأمريكية في العراق ما تكسبه إيران من هذه الهجمات بحسب المجلة هو إثبات وجودها العسكري في مناطق النفوذ الأمريكي وبالتالي جر مخرجات المفاوضات لصالحها في الوقت الذي تستغل فيه إيران العراق لتحقيق مكاسبها فإنها تشكل أكبر عقبة أمام السيادة العراقية كما تقول المجلة على الضفة المقابلة تعمل واشنطن على تعزيز وجودها العسكري في العراق وتركز في أحاديثها على خطر المليشيات التابعة لإيران محذرة من أن سياستها لم تتغير تجاه الرغبة في تقويض نفوذ إيران وكبح جماح مليشياتها ورغم السياسة الأمريكية العامة تجاه إيران إلا أن واشنطن في عهد بايدن لم تستعمل العصى الغليظة ضد المليشيات كما كان الحال في عهد دونالد ترامب الذي تلقت في عهده المليشيات ضربات قوية ومؤثرة بشكل مستمر بايدن كما يقول مراقبون يدرك أن سلوك النظام الإيراني تجاه القضايا الإقليمية لن يتغير لكنه يحاول إيجاد طريقة جديدة لمعالجة الملف الإيراني بعيداً عن استخدام اليد الخشنة وإن كان هذا الخيار محكوماً عليه بالفشل كما حصل في عهد أوباما ترجمة نانسي قنقر